هو اللي يعطينا قواعد علمية في كل المجالات يعني مهما كانت النوع المادة وكذا يعني نستنتجوها من الخبرة لكن هنا إذا تكلمنا على نوع الخبرة في السياقة نقدر نقوله أنواع المركبات يعني إذا عندنا سائق عنده خبرة في سيارة فقط مثلا إذا بين قوسين نقوله أنه سائق سيارة الأجرة نلقاها عنده خبرة في ميدان سيارة الأجرة إذا تكلمنا على سائق شاحنة نقوله عنده خبرة عنده خبرة في سياقة الشاحنات وكذا وكذا يعني أنواع المركبات يعني كل مركبة عندها خبرة لكن إذا قلنا سائق ذو خبرة ويقدر يعطيك الرأي ويعطيك نصيحة هذا السائق يتطلب منه أنه عنده خبرة تقريبا في كل المجالات يعني مجال السيارة الخفيفة ومجال الحافلات ومجال الشاحنات إلى آخره من المركبات السائق تحلم المسافة الطويلة يعني هو يعني هو العنصر اللي نقدر نعتمد عليه في النصائح لأنه يكتسب خبرة كبيرة عبر الطرق لكن هنا يوجد خلل إذا نعطيك مثال إحنا دائما في الفراغات نعوضهم بالأمثلة إذا كان إنسان متعود في نفس المسار نفس المسار إحنا تكلمنا عليه في عدة مرات إحنا نذكره إذا كان السائق مشاف في نفس المسار من ناحية يكتسب خبرة من ناحية يكتسب خبرة لكن من ناحية أخرى يولي ثيق أكثر وهنا يبقى دائما يبقى الخطورة يعني السائق كل ما يثق أكثر كل ما تزيد في الخطورة تزيد في الخطورة لذا هنا السائق عنده خبرة لكن ما زال ما وصلناش إلى الاحترافية إذا سمحت إذا حبينا نتكلم عن الاحترافية قبل ما نتكلم عن الاحترافية لأنه هناك خط رفيع جدا